تساعد الدهون البنية والتي تسمى أيضاً الأنسجة الدهنية البنية في الحفاظ على درجة حرارة الجسم عندما يصاب بالبرد الشديد إنها نفس الدهون التي تستخدمها الدببة للبقاء دافئة عند السبات يولد الأطفال ولديهم الكثير من الدهون البنية خلف الكتف لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة أن يرتجفوا وهي أحد الطرق التي يولد بها الجسم الحرارة تعمل الدهون البنية كمدفئة مدمجة تفقد معظمها مع تقدمك في السن وتشكل استجابة قشعريرة لدرجة الحرارة الباردة الدهون البنية مقابل الدهون البيضاء لديك نوعان رئيسيان من الدهون تتراكم الدهون البيضاء عندما تتناول سعرات حرارية إضافية تخزن الدهون البيضاء هذه السعرات الحرارية الزائدة لاستخدامها عندما لا تحصل على الطاقة الكافية من الطعام معظم الدهون في الجسم هي دهون بيضاء عادة ما يقوم الجسم بتخزينه في الفخدين والوركين والميدة زيادة الدهون البيضاء في البطن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكن من النوع الثاني تتكون الدهون البنية والدهون البيضاء من أشياء مختلفة تتكون الدهون البيضاء من قطرات كبيرة من الدهون أو الأحماض الدهنية تنتلئ الخلايا في الدهون البنية بالميتوكنديريا الميتوكنديريا غنية بالحديد الذي يعطي الدهون البنية لونها وهي تعتبر قلب الخلايا يأخذون العناصر الغذائية مثل السكر والدهون البيضاء ويقسمونها لإنتاج الطاقة تخزن الدهون البنية طاقة أكبر في مساحة أصغر من الدهون البيضاء كيف تعمل؟ عندما يبرد الجسم فإنه يصنع هرمون يسمى نوريبينفرين تحتوي الدهون البنية على مستقبلات للنوريبينفرين عندما تستشعر هذه المستقبلات الهرمون فإنها توجه العديد من الميتوكنديريا لبدء إنتاج الطاقة هذا يخلق الدفء الذي يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم على الرغم من أنك تفقد معظم دهونك البنية أثناء النمو إلا أنك تحتفظ ببعضها لدى البالغين كميات صغيرة جدا من الدهون البنية في الرقبة وعظام الترقوة والكلا والحبل الشوكي الأشخاص النحيفون عادة ما يكون لديهم دهون بنية أكثر من الأشخاص الذين يعانون من زيارة الوزن تميل النساء أيضا إلى أن يكون لديهن أكثر من الرجال يبحث العلماء عن أدوار أخرى قد تلعبها الدهون البنية في الجسم على وجه التحديد يريدون معرفة المزيد حول كيفية استخدام الدهون البيضاء كوقود تبحث بعض الدراسات أيضا في الكيفية التي قد تحرك بها التمارين الرياضية الهرمونات التي تؤدي إلى زيارة الدهون البنية يحاول الأطباء معرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدام قوة الدهون البنية لعلاج السمنة وجدت أحد الدراسات أن الدهون البنية تقوم بتصفية بعض الأحماض الأمينية مثل الليوسين والأيسولوسين والفالين من الدم تحصل هذه الأحماض الأمينية من الأطعمة مثل البيض واللحوم والأسماك والدجاج والحليل يمكنك أيضا الحصول عليها من بعض مكملات بناء العضلات إنها مفيدة لك بكميات طبيعية لكن وجود الكثير في دمك يرتبط بالسمنة ومرض السكري كلما قلت نسبة الدهون البنية لديك قلت قدرتك على تصفية هذه الأحماض الأمينية عندما ترتفع مستعياتها بشكل كبير ويزداد خطر إصابتك بالأمراض نظر الدراسات الأخرى فيما إذا كان الدواء يمكن أن يخلق نفس التفاعل الذي يسببه البرد في الخلايا الدهنية البنية نأمل أن تؤدي القدرة على إثارة هذا التفاعل مع الأدوية إلى طرق جديدة لفقدان الوزن أن دواء علاج السمنة قد يساعد في خفض معدلات الإصابة بمرض السكري أحد المجالات المثيرة للقلق هو أن استخدام الطاقة الزائدة يمكن أن يرفع معدلات ضربات القلب وضغط الدم مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب يعمل الباحثون لمعرفة مدى أمان مثل هذا الدواء شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة شكرا للمشاهدة